شاهد الفتاة الكويتية وهي تشتم المصريين بألفاظ لن تصدقها وماذا حدث لها بعد ذلك؟ مرحبا بكم انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمواطنة دعونا ندعوها مواطنة من باب الأدب كويتية تستنكر فيه مطالبة أحد المصريين بالكويت أن يحظى بنفس المعاملة التي يحظى بها المواطن الكويتية من ناحية الرعاية الصحية والحقوق الإنسانية أثار الفيديو غضب الكثير من المصريين فقام عدد من الناشطين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر ردود قاسية على ما قيل في ذلك الفيديو درام الذي يدفع تلك الطفلة التي على ما يبدو ليس لديها الحد الأدنى من الوعي والإدراك يسمح لها بالإذلاء برأيها والتحدث بالنيابة عن الشعب الكويتي الذي على الأرجح لا يتفق معظمه مع ما صرحت به في الفيديو الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تقوم بنشر هذا الفيديو وتوجيه الإهانات لجالية بأكملها وعلى أساس أصدرت تلك الأحكام الخاطئة وقررت قولها على الملأ دون مراعاة لأي شكل من أشكال العلاقات المصرية الكويتية دعونا نستعرض أولا حقيقة العلاقات المصرية الكويتية عبر التاريخ وماذا تمثل مصر للكويت في أواخر شهر يونيو من العام 1961 وبينما كانت الكويت تستعد للاحتفال باستقلالها بعدما وقع حاكمها شيخ عبد الله السالم الصباح إلغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا كانت العيون العراقية تتوجه نحو الدولة التي تخلصت حديثا من الإنجليز حيث بعث الرئيس وزراء العراق وقتها عبد الكريم قاسم برقية لحاكم الكويت يهنئه فيها بإلغاء الحماية دون أن يشير إلى استقلال الكويت بل عمد إلى إثارة المطالب التاريخية للعراق في الكويت بعد أيام من هذه الرسالة كان الموقف العراقي أكثر وضوحا العراقيون يريدون ضم الكويت حتى أن قاسم أعلن في الخامس والعشرين من يونيو 1961 خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الدفاع أنه يطالب ضم الكويت للعراق مدعيا أن الكويت أرض عراقية فصلها الاستعمار البريطاني عن بلاده تسبب الإعلان العراقي في أزمة بين البلدين وكانت الكويت قد تقدمت بطلب إلى جامعة الدول العربية في الثالث والعشرين من يونيو للإنضمام لها أي قبل إعلان رئيس الوزراء العراقي بيومين فقط وحدد مجلس الجامعة الرابع من يوليو للبت في الطلب إلا أن الجلسة أجلت للثاني عشر من يوليو واعترفت الجامعة بالكويت دولة مستقلة في العشرين من يوليو ليأتي الرد العراقي سريعا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وتونس وإيران والأردن واليابان لاعترافهم بسيادة دولة الكويت وحشدت مصر بناء على طلب الكويت قواتها بالمشاركة مع قوات سورية وسودانية وأردنية ما كان القوات البريطانية المنسحبة وحشدت العراق قواتها على الحدود مع الكويت ومع تطور الأزمة دفعت الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا بثلاث سرائع عسكرية مهندسين عسكريين إشارة سكرتارية عسكرية للمشاركة في تأمين الحدود الكويتية مرة أخرى كان للمصريين دورا بارزا في صد العدوان الكويتي بقيادة اللواء المصري محمد علي بلال نائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية وقائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء المعروفة باسم حرب الخليج وبحسب ما نشرته مدونة مجموعة 73 مؤرخين متخصصة في التاريخ العسكري المصري وصلت طلائع القوات المسلحة المصرية للسعودية في الثاني من أغسطس 1990 استجابة للطلب السعودي في مؤتمر القمة العربي الذي انعقد بالقاهرة في يومي التاسع والعاشر من أغسطس 1990 وكانت طلائع قوات المظلات والصاعق المصرية أول قوة عربية تصل للمنطقة الشرقية لتشكل ما عرف بعد ذلك بعملية درع الصحراء وتكون في طليعة القوات المشاركة في عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من الاحتلال العراقية هذا فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية أما بالنسبة للتعاون الثقافي والتعليمي فهو يعود إلى قرابة قرن من الزمان حيث تم إيفاد أول بعتة تعليمية كويتية للدراسة في الأسهر الشريف عام 1939 أعقبها بعد سنوات انتداب أول مجموعة من المعلمين المصريين للعمل بدولة الكويت ويتاج هذا التعاون تنظيم احتفالية كبيرة بمناسبة مرور ستين عاما على صدور مجلة العربي في مقر السفارة الكويتية تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وسفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الدويخ شارك فيها لفيف كبير من رجال الفكر والأدب والشخصيات العامة من مصر والكويت وفي المقابل تستضيف الكويت نحو سبعمائة ألف مواطن مصري لتحتل بذلك مرتبة متقدمة ضمن أكثر الدول اجتبابا للعمالة المصرية بالخارج وبدون تعقيد أو أحصائيات يمكننا القول أنه في وقتنا هذا ليس هناك مواطن كويتي لم يتلقى العلم في يوم من الأيام على يد معلم مصري ولم يتلقى العلاج على يد طبيب مصري ولم يدخل مبنى بناه مهندس مصري هؤلاء هم المصريون الذين وجهت إليهم تلك الطائش الإهانات والإساءة مواضحة أن المصريين بالكويت ليس لهم أي حقوق وأنهم مجرد مأجورين يؤدون عملا مقابل أجر مادي حتى وإن كانت هذه الحقيقة التي قد يتجنبها الكثيرون اعتقادا منهم أنها مهينة للمصريين فإن هذا ليس سببا لإساءة معاملتهم بل على العكس تماما فلم تكن الكويت أن تقبل بالعمالة من مصر وغيرها من الدول إلا لأنها بحاجة ماسة لذلك وهذا النوع من التعاون لا يسيء لأي من الطرفين بأي شكل من الأشكال ومما يدعو للحزن الشديد أن سلوك تلك المدعية ليس الأول من نوعه فوضع المصريين بالكويت الآن ليس الأفضل على الإطلاق فبينما فقد الكثيرون وظائفهم ولم يعد لديهم مصدرا للدخل لا يبدو أن الشعب الكويتي يبدي أي شكل من أشكال التعاطف والتضامن مع المصريين هناك فهل تصبح تلك الشعر التي قسم الظهر البعير؟ وهل أصبحت العلاقات المصرية الكويتية في خطر بعدما تعرض له المصريون هناك في ظل أزمة الكورونا العالمية؟ ربما لا نملك الإجابات عن هذه الأسئلة الآن ولكننا نملك الرد على تلك المعتوها التي تترثر بما لا تفهم ترى من أنت أيتها الفتاة حتى نكترث لما تعتقدين فيما له الحق مما لا يملك الحق وأي حق تملكين حتى تطلق الأحكام بلا تفكير ونحن نعلم حق العلم أنك لا تمثلين الشعب الكويتي بأكمله لكن من المؤسف أن نرى أمثالك يملكون صوتا يعبرون به عن أفكارهم المعطوبة ويمكنهم الوصول لعدد كبير من الجماهير ولكن يبدو أن السحر قد انقلب على الساحر فلا تلوم إلا نفسك الآن بينما تنهال الردود القاسية من المصريين الذين لا يتقاضون أجرا من الكويت إلى هنا انتهى الفيديو ولكن لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد عزيزي المشاهد قبل أن ترحل يجب أن تعرف أننا عائلتك الثانية التي تسعى دائما لتوفير كل المعلومات الدينية والثقافية القيمة والصحيحة فنحن نسعى جاهدين هنا في قناة معلومة أن نبحث جيدا عن أصل المعلومة ومدى صحتها ونقدمها لك بشكل بسيط ومفصل وندعوك عزيزي المشاهد لمشاهدة المزيد من الفيديوهات على قناة معلومة فلدينا قصص الأنبياء كاملة وكذلك قصص الصحابة والتابعين قصص تحكي تفاصيل حياتهم وما تعرض له من مواقف قاسية لنأخذ منها العظة والعبرة وكذلك كل المعلومات التي تحتاج أن تعرفها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قصص من داخل بيت النبوة وكل ما تود معرفته عن أحداث النهاية فيما يتعلق بالعلامات الصغرى وما ظهر منها وما سيظهر وكذلك العلامات الكبرى من ظهور الشمس من مغربها وقصة أجوج ومأجوج والمسيح الدجال وما سيحدث بالتفصيل يوم القيامة وأيضا كذلك نعرض عليكم أهوال يوم القيامة من أحداث الصراط المستقيم والعرض والمشر وغيرها من الحقائق والعلامات كل ذلك من خلال قناتكم قناة معلومة كل ما عليك الآن هو الاشتراك في القناة والدخول إلى صفحة القناة للتمتع بمزيد من الفيديوهات القيمة لا تنسوا تنشيط علامة الجرس تقبلوا تحيات أخيكم في الله أيمن صابر